وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث حمزة أنه تم إنهاء عمليات الفرز والعدل يدوي مساء أمس الاثنين لمحافظتي البصرة وواسط بتدقيق جميع المحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون بعد أن تم نقلها إلى مركز الفرز والعدل يدوي في بغداد وأشار إلى أن العمل ما زال مستمر لإكمال بقية المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لبقية المحطات الانتخابية لمحافظات ذقاء المثنى والديوانية وميسان وبشكل تراتبية